السلام البنات كده يا ريلا بس أليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو دياليوم فيديو قوي إن شاء الله وصفة ممتازة لسرعة حدوث الحمل والإنجاب وصفة لعلاج العقم التانوي حملوا بها سيدات وما شاء الله كان عندهم توأم وعلى شلة انتية إن شاء الله تجربها ويكون نفس الشعور نفس الفرحة بلا شك بطبيعة الحال أن هذه الوصفات هذه تجيب نتائج مرضية ذاك شي باش كيجربوها السيدات يعني سمعوا بها وكانت هم عندهم الحمل فكيبغيوا يتقاسموها معكم تنتو معلش لا باش تنتو ما يحصل عندكم الحمل بسرعة بقي معايا في هاد الفيديو المهم أكيد غدينا الإعجاب ديالك وبطبيعة الحال شجعوا لي ديما الفيديوهات باللايكات ديالكم ومشكورين على ذلك باش توصل هاد الوصفة هاد الجميع الأخوات لكي انتظروا معنا بفارغ الصبر الدرية ويا رب ترزق كل محرومة درية صالحة في القريب وتفرحونا جميع وصفة القرنفل والبصل وصفة معروفة وأكيد أن الفوائد ديال القرنفل فوائد هائلة جدا يعني بزفد السيدات جربوها في عدة وصفات وكان لها التأثير الإيجابي بزفد السيدات حملوا على وصفة القرنفل وجيتك بهذا الفيديو هذا باش نعطيك الوصفة الممتازة اللي ممكن أنها تعالج لك بالإضافة إلى ضعف طبويد كتعالجوا يعني هاد الوصفة هدي كتقدر أنها تعالج لك البرد في الرحم الالتهابات الإفرازات وجميع الأشياء اللي كتكون متعلقة بتأخر الحمل اللي كتقدر أنها تكون عندك وانتي ما كتعانيت تمشي مشكلة مثلا سيدة يعني مشات للطبيب مشات تشوف البويضات ديالها الطبيب كتفاجأ بيه كيقول لها كل شي عندك ممتاز ما عندكش مشكل ولكن هاد السيدة هدي كيب قديمة الحمل عندها متأخر نظرا لأنها ما استعناش بهذا الوصفات الطبيعية الشعبية للتأثير ديالها كيكون إيجابي بلا شك بلا ما نطول عليكم الوصفة غنعطيها لكم مباشرة لأنها يعني مفيدة إن شاء الله وبغيتكم تستافدوا جميع من هاد الوصفات هدي المجربة وضروري أنك تجيبي البصلة اللي تكون حمراء اللون يعني البصلة الحمراء هي اللي بغينا في هاد الوصفة هدي غادي تحاولي أنك تجيبي هاديك البصلة وتكون متوسطة الحجم غادي تحاولي أنك تقسميها على أربع يعني أربع قطع وغادي تحاولي أنك يعني تنقص على النار قليلا باش هاك يعني ذاك البصل يطلق المفعول دياله في الماء ومن بعد يعني غادي تقول لك طريقة ديال القرنفل تهوه باش تضيفه وباش إن شاء الله تهوه يعطي المفعول دياله غادي تفيدك البصل وغادي تخليه فقط خمس دقائق يعني بدون زيادة أو نقصان خمس دقائق على النار البصل غايتلق في الماء وغادي يطلق الفوائد دياله من بعد يعني غادي تحاولي أنك تصف دك الماء يعني كوب من الماء هو اللي غادي تكون درته في ذاك الإناء اللي غايكون في النار واللي تفطيله البصل غادي تصف دك الكوب وغا تحاولي أنك تخليه يعني على جنب وغادي تضيف له ست حبات من القرنفل يعني هادي الوصفة البسيطة واللي المفعول ديالها أكيد غادي ينفعكم وغادي يفيد جميع السيدات سواء السيدات اللي عندهم تكيس المبايد السيدات اللي عندهم يعني التهابات السيدات اللي عندهم عدم تدام الدورة الشهرية فهذا الوصفة هادي صدقوني ره وصفة قوية إن شاء الله سأكررها بعجالة الوصفة هي عبارة عن كوب من الماء الصاخل لدرجة الغليان غادي تدفلوا أربع يعني القطعة ديال البصل أو البصلة المتوسطة غادي تحاولي أنك تقسميها لأربع قطع من بعد غادي تدفلها لذك الماء المغلة وغادي تحاولي أنك تتركها خمس دقائق مجددا فوق النار من بعد غادي تحاولي أنك تصفي ذاك الكوب وغادي تدفلوا ست حبات من القرنفل ست حبات من القرنفل مع هاد الوصفة هادي وإن شاء الله اللي غا تبغي تشربها أكيد غا يكون الماء دافي وغادي تصفي بلا شك يعني غا تصفي هاد الكوب هادا وغادي تشربه على الريق بعد الدورة الشهرية مباشرة مدة ثلاثة أيام في كل مرة كتبغي تحضري في هالوصفة غادي تكون بصلة جديدة يعني ضروري تكون في كل مرة بصلة وغادي تحاولي أنك تكررين نفس الطريقة وإن شاء الله تجيب معاك نتائج مرضية في تنشيط الإبادة وكذلك في سرعة حدوث الحمل شكرا مرة أخرى لهاد الأخت هادي اللي توصلت معايا وعطتني الطريقة شكرا لها جزاها الله خيرا على هاد الوصفة هادي وكذلك تنتم بالدور ديالكم بغيتها تكون صدقة جارية حاولوا أنكم تخليوا لي اللايكات ديالكم في هاد الفيديو باش توصل هاد الطريقة هادي الجميع الأخوات اللي كينتاظروا معنا بفارغ الصبر وإن شاء الله ربي غادي يكرمكم بالدرية الصالحة ولا ربما يكون هناك حمل بتوأم علش لو تزيد الفرحة أكتر بطبيعة الحال بالإضافة إلى هاد الوصفة هادي ضروري أنك تكوني كتزوري الطبيب باش تعرفي المشاكل اللي عندك لأن كل مشكل كل تأخر من الدورة إلا وكيكون ليه سبب ضروري تعرفي الأسباب ضروري تكوني على بال وتطمأنني على الصحة ديالك عاد من بعد ديري هاد الوصفات لما كانش عندك مشكل بطبيعة الحال السيدات اللي عندهم تكيوس المبايد وهذا المرض هذا والله شائع جدا عند النساء يعني تكيوس المبايد ومشكلة العصر هاد التكيوس كيخلي السيدة تأخر في الإنجاب كيقد أن السيدة يعني تعاني من عقم إلا كان هناك تكيوس حاد فحاولوا أنكم تنتم بالدور ديالكم جربوا هاد الطريقة هادي راه كتقدرت على التكيوسات وكتقدر أنها تعالج المشكل بالإضافة إلى إنقاص الوزن الزائد سيدات اللي عندهم مشكل في الهورمونات بتاعدوا على السكر السكر فهي مادة سامة تأثير ديالها كي أثر على السيدات خصوصا لعندهم مشاكل في الهورمونات حاولوا أنكم تغذى وتغذية صحية سليمة بتاعدوا على السكريات كيف ما قلنا الحلويات جميع الأشياء حلوة المضاق حلوة المضاق وحيدوها من نظام ديالكم الغدائي ولو لشهر أو شهرين حتى أنها تبال لكم النتيجة وترجع لكم الدورة تنتظم عاد من بعد يعني يكون هناك واحد الاتزان واحد تقليل قدر المستطاع باش كل حياة ديالك صحية أكتر باش المبيض ديالك ينتج بويضات سليمة لتقدر أنها تكمل تسعة أشهر وتجيب جنين إن شاء الله بطبيعة الحال كيف ما ديما كان قل لكم كتر من الدعاء والاستغفار لتجأوا لله لأن ربي سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء هو اللي يعني في الدوء أنه يعطيك الدرية في واحد الوقت معين فحاولي أنك تلحي في الدعاء حاولي أنك تصري ديما في الحلم ديالك لأن الإسرار والإلحاح في الدعاء فهذا الأمر مهم للغاية للاستجابة إن شاء الله ما تنسونيش كذلك من الدعوات ديالكم شكرا لكم مرة أخرى على الحب ديالكم لهذا القناة شكرا لكم على التتبع ديالكم لجميع الفيديوهات حاولوا أنكم تزيدوا لي البرتاج لهذا القناة هذه يعني حاولوا أنكم إلا عرفتوا منتدايات فيهم يعني تأخر في الإنجاب ببرتاجي والفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعية باش تعم الفائدة وتوصل هاد الوصفة هدي لربما تكون هي السبب في حمل عديد من الأخوات وندوا عليها الأجر علش الله وأكيد أنه أنتما بالدور ديالكم غادي تستفدوا منها بإذن الله سأكرر مرة أخرى سيدات اللي بغاوا يتبعوا هاد الوصفة هدي يحاولوا أنهم ما يكونوش كيتناولوا أدوية هرمونية الوصفات الأعشاب جميع الأشياء الشعبية للطب اللي كتكون تداوي ديالها اعتمادا على الطب البديل حاولي أنك تكوني ما كتناوليش الأدوية يعني تتكمل العلاج ديالك مدة العلاج سواء ثلاثة أشهر أو ستة أشهر عاد من بعد ديري هاد الوصفات هدي باش ما يكونش هناك اختلاط ما بين الدواء الشعبي والدواء ديال الطبيب نتمنى هاد الفيديو ينال إعجاب ديالكم نضرب لكم موعد في الفيديو الجاي ولا عندكم أي تساؤل ما تنسوش تخليوا لي في التعليق أسفل فيديو غنحاول أنني نجاوب على جميع التساؤلات شكرا لكم مرة أخرى إلى اللقاء في فيديو جديد بسلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم